أعرب اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة عن فخره واعتزازه بالنتائج والإنجازات المشرفة التي حققها اللاعبون واللاعبات من ذوي الإعاقة بمختلف المحافل والبطولات مؤكدا سموه أنهم استطاعوا التغلب على حاجز الإعاقة بالعزيمة والقوة والتحدي ونجحوا في أن يشرفوا البحرين وأن يرفعوا علمها عاليا في تلك المشاركات جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمجلس سموه بالرفاع سبعون رياضيا ورياضية من ذوي الإعاقة بحضور سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب ورياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية وأسعدت شيخ محمد بن دعيجة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من المدربين والإداريين بالاتحاد هذا وقد نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة مؤكدا سموه موقف جلالته الثابت والدعم بضرورة توفير مختلف أنواع رعاية والدعم لذوي الإعاقة من خلال دمجهم في جميع المجالات والقطاعات الحكومية والخاصة بما يدل على حرص ومساندة جلالته على تقديم الدعم لمحدود لأبنائه الرياضيين بما فيهم ذوي الإعاقة والذين كان له الأثر الإيجابي في استمرار تحقيق النتائج المشرفة بمختلف المحافل الرياضية كما نقل سموه تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منويه أن سموه بالجهود الكبيرة التي بدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد في دعم رياضة ذوي الإعاقة من خلال وضع خطط وبرامج تهدف لترجمة التوجيهات الملكية السامية في القطاع الشبابي والرياضي وهذا ما ظهر جليا في النتائج المتميزة التي حققها رياضي ذوي الإعاقة وسهم بشكل كبير في تطورها وازدهارها حتى وصلت لمنصات التتويج العالمية وأعرب سموه عن فخره واعتزازه باللعبين واللعبات من ذوي الإعاقة كونهم استطاعوا التغلب على جميع الصعوبات وأثبتوا قدرتهم على العطاء والتميز مشير أن سموه عن سعادته بالأمثلة كحصول اللعبة فاطمة عبد الرزاق على الميدالية الذهبية في لعبة رمي الجلة فئة 35 بالأولمبياد البارالمبية التي يقيمت بمدينة ريو دي جينيرو واحتلال اللعبة ربا العمري المركز السابع عالميا بين أفضل الرياضيين في لعبة رمي القرص فئة 55 بالمشاركة ذاتها وقال سموه تغمرني سعادة كبيرة عندما أرى أخواني وأخواتي من ذوي الإعاقة واسمحوا لي بهذا الوصف الذي يعتبر دارجا في مجتمعنا رغم أنني أرى أنكم بهذه النتائج المشرفة قد تفوقتم على العديد من الرياضيين الذين لم يوفقوا بتحقيق جزء من الانجازات التي حققتموها للرياضة البحرينية فأنا سعيد جدا بهذه النتائج التي تحققت وبكل أمانة وصدق البحرين قيادة وحكومة وشعبا تفخر بكم أبناءها المخلصين فقد استطعتم أن تتغلبوا على صعوبة الإعاقة بالإرادة والعزيمة والتحدي وتمكنتم من أن تشاركوا في البطولات والمحافل الرياضية المختلفة من أجل المشاركة فحسب لا من أجل المشاركة فحسب وأنما كنتم تبحثون عن تشريف وطنكم من خلال إحراز المراكز الأولى وأشاد سموه بالجهود التي يبدلها الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة وجميع الأعضاء في تنفيذ البرامج الكفيلة لتطوير وارتقاء هذه الرياضة والمساهمة في رفع قدرات وإمكانية اللعبين واللعبات لقصد الاستعداد الأمثل لمختلف المشاركات القادمة بهدف تقديم الأداء والمستوى المميز والمنافسة على تحقيق المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين متمني أن نأسموه في الوقت ذاته للاتحاد كل التوفيق والنجاح في سبيل مواصلة الجهود في عملية بناء وتنمية هذه الرياضة ترجمة نانسي قنقر